في أواخر القرن الثالث الهجري قدم إلى اليمن شخص يدعى يحيى بن الحسين الرسي ليؤسس لاحقاً المذهب الذي عرف بالمذهب الهادوي وليمثل هذا التاريخ بداية تأسيس الإمامة بشكلها السياسي تقوم فكرة الإمامة على أساس حصر الحكم في فئة واحدة تدعى آل البيت ما يعني بقاء اليمنيين خارج هذا الحق والشيء الوحيد المتاح لهم هو انقسامهم بين هذا الإمام أو ذاك أتباعاً لهم ومتحاربين فيما بينهم وهكذا استمر الحال لقرون حيث قامت دويلات إمامية عديدة تحكم مناطق في اليمن وفي بعض الأحيان تتمدد لتحكم اليمن كاملاً تاريخياً لم يستسلم اليمنيون كلياً لفكرة الإمامة فقد ظهرت رموز وطنية وقفت في وجهها وأثبتت خطرها وبطلانها أبرزهم نشوان الحميري والهمداني وآخرون كان نموذج الحكم الإمامي هو أسوأ نماذج السلطات التي تعاقبت على البلد فقد عمل هذا النوع من الحكم على عزل اليمن عن العالم وإخراجه عن المسار الحضاري بفعل الحروب المتعددة التي لم تكن تهدأ إلا لتبدأ من جديد بسبب التنافس على الإمامة بين قيادات السلالة ذاتها وبين الدويلات اليمنية الأخرى توفر شهادة نادرة لبعض الأشخاص الذين زاروا البلد خلال مرحلة حكم بيت حميد الدين مادة تشير إلى مدى سوء الأحوال وتخلف البلد بشكل لا يمكن استيعابه الآن أو على الأقل إلى ما قبل انقلاب ميليشيا الحوثي باعتبارها لامتداد الطبيعي لهذه السلطة ما قبل السادس والعشرين من سبتمبر كانت أسرة حميد الدين قد عزلت اليمن تماما عن العالم كل ما كان يحدث داخل حدود هذه الجغرافية لا يشبه شيئا في أي مكان آخر على الإطلاق ولم يكن كل ذلك سوى تجل لفكرة الإمامة لهذا كله لم تكن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ثورة عادية تسعى لتغيير نظام الحكم وتحسين ظروف العمل السياسي في البلد كما هو شأن معظم ثورات الشعوب لكنها ثورة من أجل إنقاذ الإنسان في المقام الأول وإعادة الكرامة لشعب يتكو على رصيد حضاري يمتد لآلاف السنين ترجمة نانسي قنقر